مثلث الأزمات الذي يواجهه العراق المتمثل بالتواجد الإيراني من خلال ميليشياته الموالية له والقواعد الأمريكية والجديد إنشاء قواعد عسكرية تركية إن حدث الأمر فالسيادة العراقية وإن كانت متوقعة أن تعود قد تصبح في مهب الريح وفي تصاعد ملموس رفع مؤشر النزوح بعد تهجير 22 قرية الأمر الذي يلزم التحرك الفوري لإنقاذ كردستان من مسألة الانتهاك التركي الذي تجاوز حجم مواجهة حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد أو كما تدعي أنقرة رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلة طلباني أكدت بحديثها عن تجريف أراضي الإقليم على يد القوات التركية على أنه تمهيد لبناء قواعد تركية وليس وقوفا عند حد تحليل إنما سيكون له أثره في خرق الدستور والمعاهدات ناهيك عن قتل بيئة كردستان الطبيعية وسرقة أخشاب أشجارها الأزمة التي تحولت إلى حرب عسكرية شرسة لم تضع أنقرة فيها احتراما لمواثيق وقعت بين البلدين تجعل العراق بين النارين نار المواجهة مع حزب العمال الكردستاني ونار المواجهة مع تركيا أما الحزب الذي تجاوز حدود التوتر إلى مرحلة الاعتداء على قوات البشمرقة أو القوات الأمنية الاتحادية وأعماله الإرهابية المستمرة فقد جعل من المعادلة أكثر غليانا في المناطق المتنازع عليها أو تلك المرتبطة بأماكن تواجده حيث تركيا التي تستهدف عناصره في أماكن قد تعرض البشر لخسارة حياتهم سيما مخيم اللاجئين في مخمور ما فتح باب الخطورة في سلبي أمن كردستان